السلام عليكم السلام عليكم في هذا الفيديو ستتحدث عن سماعة مميزة مقدمة من قبل شركة سينهايزر المتخصة في مجال استوتيات سماعة لاسلكية تعمل من خلال تقنية البلوتوث أو الـ NFC للإقتران هذه السماعة تعرف باسم Urbanate XL Wireless هذه السماعة ستكلفك 149 دولار أمريكي وتوفر منها عدد من الألوان وتستهدف بشكل كبير جداً محبين الـ Pays طبعاً بداخل الصندوق راح تشوف السماعة الكيس الخاص بهذه السماعة وأيضاً اللي هو سلكين الأول سلك اللي هو 3.5 ملي متر والسلك الآخر الخاص بشحن هذه السماعة من خلال المايكرو سبي إلى الـ USB من ناحية التصميم موجود تصنيع فالشركة سينهايزر أبدعته بشكل كبير في موضوع التصميم الوزن جيد جداً 350 جرام الجلد موجود في الجهة العليا ومادة ناعمة موجودة في الجهة الداخلية للسماعة الوسائة جداً مريحة مرينا جداً نعم مرينا بإمكانك عمل هذه الطريقة أو حتى بهذه الطريقة ما عندك أي مشاكل في هذه المنطقة برضو في إمكانية أنك تقدر تحدد طول السماعة طبعاً السماعة تأتي بعدد من المنافذ والأزرار أغلبها موجودة في الجهة اليمنى مثل زر الطاقة وتفعيل تقنية البلوتوث أو المنطقة الأخرى الخاصة بتقنية الـ NFC لكن الـ Micro USB والـ Microphone كلها موجودة في الجهة اليمنى والمنطقة هذه تحديداً اللي هي فوق السماعة خاصة بتقنية اللمس فممكن تسوي بعض الحركات للتحكم مثلاً بمستوى الصوت أو الملفات الموسيقية أو الإجابة على المكالمات أو تشغيل أو إيقاف مؤقت للملفات الصوتية من خلال هذه المنطقة ممكن الشيء اللي ضايقني في موضوع هذه المنطقة أنه وانا أعدل بالسماعة بالطول فممكن أضغط على هذه التقنية بالغلط فأوقف مثلاً الملفات الصوتية أو أتعداها السماعة تجي بكيابل الكابل الخاص بهذه السماعة ممكن تستغني عنها ما تستخدمها بما أنها تدعم تقنية البلوتوث أو الاقترام بشكل لاسلكي لكن عجبني شيء أنه الراس الخاص بـ 3.5 مليومتر جاي بتصميم ذكي بحيث أنه أقدر أخليه أكثر مرونة في من ناحية التحكم بالسلك في أزرار خاصة بالتحكم مستوى الصوت وعدد من الأوامر الشيء اللي لازم تنتبه له برضو أنه حسب النسخة ممكن تدعم الآيفون أو الأندرويد فتأكد من هذه النقطة لاستخدامها مثلاً في تفعيل سيري أو حتى في الأوامر الصوتية من خلال جوجل ناو بالنسبة للإقترام فزي ما ذكرت لك عندك كده وسيل الإقترام من خلال هذه السماعة إما أنك تستخدم تقنية البوتوث أو أنك تستخدم تقنية نفسي ممكن تأخذ معك إلى ثلاثين قدم ما عندك أي مشاكل من ناحية المسافة برضو لاحظت أني قدرت أقترم مع هذه السماعة من خلال الحاسب محمول من دون أي مشاكل البطارية الشركة تقول أنها 25 ساعة فاستخدمناها مدة أربع إيام فالبطارية أقدر أقول أنها قريبة جدا من هذا الرقم تقريبا ممكن أقول 23 ساعة وتحتاج ساعتين عشان تشحنها بشكل كامل طيب نجد الشي المهم جودة الصوت الخاص بهذه السماعة أولا السماعة تأتي أو وتستهدئ بشكل كبير الأشخاص اللي يحبون البيض فبالتالي أقدر أقول أن البيض الصادر من خلال هذه السماعة ممتاز النوتات العالية كانت جدا ممتازة وأيضا النوتات المتوسطة كانت جيدة جدا أما النوتات المنخفضة فكنا نطمح إلى الجودة اللي كنا ننتظرها من شركة سنهايزر يعني لما تستخدم سماعات سنهايزر مثل مومنتم هذه السماعة لاسركية جدا ممتازة من ناحية مستوى الصوت ومن ناحية جودة الصوت فلكن أرجع أقول أن هذه تستهدئ بشكل كبير أشخاص اللي يحبون البيض بما أنها لا تدعم تقنية العزل الصوتي إلا أن التصميم الخاص بها سماع جدا أو قادر على منع الصوت الخارجي من الوصول إليك بشكل جيد جدا فهذا كان استعراضنا لسماعة سنهايزر أبريت إكسل وايللس سماعة مميزة جدا إذا عجبك الفيديو لا تنسى تضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة كان معكم أخوكم ستانق احطاني شوكم على خير إن شاء الله مع السلامة